تتأثر المملكة يوم غدا بأول منخفض جوي حيث تنخفض درجات الحرارة نهارا بشكل ملموس خاصة مع ساعات قبل الظهيرة وتعبر البلاد جبهة هوائية باردة وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة في كل من شمال ووسط المملكة وتتهيئ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر بمشيئة الله وللحديث عن تفاصيل هذا المنخفض معنا على الهاتف المتنبئ الجوي في موقع تقس العرب محمد الشاكر مساء الخير محمد مساء نور يا حلا حدثنا عن هذا المنخفض وماذا يمكن أن نتوقع خلاله وكم سيستمر تأثيره على المملكة حكي طبعا مساء الخير للكم جميعنا وعلى جميع الإخوة المشاهدين حقيقة تتأثر مملكة اعتصارا من ساعات صباح يوم غدا بمنخفض جوي طبعا يعتبر هذا منخفض مبكر وغير اعتيادي من هذا الوقت من العام وهو مترافق مع كتلة هوائية تعتبر باردة وغير اعتيازية من المطبط على الهار يرغب أن تنخذ الدرجات الحالة بشكل من الموز عند رجال حالا نهار هذا اليوم سترة تقريبا في العاصر عامة بداية الثلاثينيات غدا من تنخذ الدرجات الحالة العظمى إلى حوالي ملتصة العسلانيات تكون خريفية في أغلى برماطق كما ذكرت أنه سابقا هناك من مشكلة الله تعالى متوقع أن تبدأ الأمطار بها الوطول الرعدية منها في المنطقة الشمالية لا يستبعد أن تكون هذه الأمطار حقيقة بالرغم بما زلنا في شهر ايلو بأن تكون غزيرة لبعض الفترات في المنطقة الشمالية ولا يستبعد أيضا تترافق أحيانا مع تساقط لزخات البرد هذه الأمطار في ساعات الظهيرة والعصر لا يستبعد أيضا أن تمتد نحو أجزاء من المناطق الوسطى من المملكة بما فيها أجزاء من العاصر عمان وتبقى نفس الخصائص مرافقة لها وبالتالي لا يستبعد أن تكون هذه الأمطار في بعض المناطق غزيرة أيضا لفترات محدودة ووجودة طبعا هذا المنخصة والكتلة الهوائية الباردة سيستمر تأثيره عدة أيام ولكن ناحية الأمطار أو جانب الأمطار يتوقع أن ينحسر تدريجيا مع ساعات الليلة القادمة ليلة الأحد على الأثنين ويقتصر التأثير على المنخصة الجوية والكتلة الهوائية الباردة على انخفاض آخر وملموس على درجات الحارة بحيث تلامس درجات الحارة الصغرى حادث للعشر درجات مئوية ليلة الأحد على الأثنين وبالتالي نقترب من درجات حارة شتوية في ظل التأثير من هذا المنخصة الجوية هناك تحذيرات مهمة نود أن نطقها غدا وهو طبعا هم شيء من خطر حدوث الانجلاقات على الطرق كولنا طبعا في المثال المعروف بأننا في أول جتوى وبالتالي الانجلاقات ستكون خطر محدد غدا على الطرق التي ستتعرض لهضور الأمطار أيضا هناك تحذير من خطر الانقلاب المفاجئ بالأتواء وأخيرا هناك تحذير من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق من خطر دراسيما في المناطق الشمالية من المنطقة نعم المتنبئ الجوي في موقع طقس العرب محمد الشاكر كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك